موسيقى مشاهدين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى أحداث الأسبوع رمضان مبارك كريم على الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية إذن شهد الأسبوع الفارط العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية تصدرها اجتماع مجلس الوزراء الأخير وزيارة كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للجزائر كما شهد الأسبوع الماضي تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لأصدقاء الثورة المجيدة تزامنا والذكر الستون لعيد الاستقلال كما عرف الأسبوع الفارط مع تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا رفع إجراءات تباعد أثناء الصلاة بالإضافة إلى عودة الرحلات الدولية إلى مطار هوريب مدينة الدولي بعد التعليق بسبب كورونا وللمقوف على كل هذه الأحداث أسعد اليوم باستضافة كل من الدكتور محمد بخاري خبير اقتصادي أهلا بك دكتور شكرا لإستضافة تحية لكم وصحة رمضانكم وصحة رمضان للمشاهد الكريم مرحبا أسعد أيضا باستضافة الدكتور مصطفى بورزاما وستاذ جامعي ومحلل سياسي أهلا بك دكتور أهلا بكم وتحية ضيبة إلى الدكتور وتحية وصحة رمضان كل الأمة الإسلامية عامة وشعب جزائري خاصة شكرا أيضا يلتحق بنا من محطة قسنطينة الجهوية البروفيسور عبداللاطيف بوروبي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا بك بروفيسور تحية طيبة رمضانية لكل المشاهدين المشاهدين شكرا على استضافة وتحية طيبة كذاك للزمراء في البلاطو شكرا مرحبا إذن خلص اجتماع مجلسي الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى جملة من التعليمات والقرارات المرتبطة بين عاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على المقدرة الطبيعية للجزائر حيث تم خلق إلى حد الآن أكثر من 32 ألف منصب شغل بعد رفع القيود ودخول حيزة لاستغلال 454 مشروعا استثماريا أما بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة أمر رئيس الجمهورية بإحداث القطيعة مع كل التناقضات والممارسة السابقة للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة وتوفير كل الشروط التنظيمية والمؤطرة لمختلف النشاطات لا سيما مع المحيط الإفريقي وأسواقها مع محاربة التهريب والحرص على منع تصدير المواد الغذائية الأساسية أما بخصوص التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب أكد رئيس الجمهورية أن الأمن المائي في الجزائر لا يمر إلا عبر تقنية تحرية مياه البحر لذا يستوجب التسريع في هذه العملية وإدخال المرحطات الخمس حيز الاستغلال مع وقف كل عمليات حفر الآبار واستعمال المياه الجوفية في تموين شبكات التزود حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي كما شددا على التسيير الأمثلي لمياه السدود إذن دكتور بخاري اجتماع مجلس الوزراء أخذ طابع اقتصادي أكثر هذه المرة مع مختلف القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالنقاط التي جاءت في جدول الأعمال شكرا على هذا السؤال حقيقة ما أثر انتباه نقطتين أو تلت نقاط أساسية النقطة الأولى المتعلقة بمتابعة المشاريع والنقطة الثانية بالنسبة للمناطق الحرة والنقطة الثالثة بالنسبة لتطوير شعبات الكهرباء هل يمكن أن نطوي طبعا أكيد تفضل مثلا يمكن في البداية ما أثر انتباهي هو بالنسبة للمتابعة المشاريع في اليوم سيد رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء إلى آخر يبين أن هناك متابعة لمختلف المشاريع الاقتصادية التي كانت موقوفة لأسباب إدارية وبرقراطية مختلفة ولكن هناك تحسن من مشروع من يوم إلى آخر في هذه المرة الأخيرة هناك زيادة 39 مشروع والتي يمثل هو فك الخناق على 89% من المشاريع التي كانت ومن تلك هذه المشاريع هناك 454 مشروع يعني بزيادة 57 مشروع أي بمعنى 68% من مجمل المشاريع بدأت فعليا في النشاط والذي سمحه بخلق حوالي 2169 مشروع الآن ما هي الدلالة التي يمكن أن نستخلصها أولا أن رئيس الجمهورية وفى بوعده ورفع تقريبا العرقيل على مجمل المشاريع بما نتكلم على تقريبا 9% أولا في ظرف زمني وجيز ثانيا أن هناك بما أن هناك 68% من المشاريع حقيقة هناك خلق من المشاريع ولكن هناك فرصة ضاعت لنا في الماضي لأن بما أن هناك 89 مشروع تم رفع عليها القيود ولكن 68% فقط من المشاريع التي انطلقت إذا كانت في الماضي هذه القيود لم تكن لانطلقت كل هذه المشاريع واليوم هي مناصب شغل بالنسبة إلى شبابنا ولا شباتين وبالنسبة إلى العدل المناصب التي تم خلقها بالنسبة إلى عدل المشاريع ففي المتوسط هناك 58% منصب بالنسبة إلى كل المشروع مما يدل على هذه المشاريع المشاريع الصغيرة لأن المشاريع الصغيرة هي المشاريع الأقلية من 10 من المناصب شغل وإنما هي مؤسسات متوسطة ومع أن تبلغ أن هناك أفاق لتطويرها في المستقبل وفي الأخير بالنسبة للاستنتاج هو أنه هي أداة لتقييم أداء المسؤولين بالنسبة إلى إطلاق هذه المشاريع وثانيا معناها أن المشاريع المستقبلية لن تعرف مثل هذه القيود لأن هذه القيود تم تجربة سابقة ونعرف كل الطرق اللازمة لرفع الإجراءات وعلى هذا الأساس إن شاء الله سوف نشاهد ديناميكية اقتصادية بمشاريع أخرى سواء كانت بناء على هذه المشاريع أو حتى على مشاريع استثمارية أخرى تكون مدروسة مستقبلا مع تطوير هذه المناطق لأن هذه المشاريع موزعة على مختلف المناطق وبالتالي هي ديناميكية وطانية وليس ديناميكية يعني محلية في مجال معين دكتور برزم نلاحظ أنه في الأوينة الأخيرة يتم وضع استراتيجية واضحة تنمية شاملة إعطاء الفرص لمختلف مناطق الجزائر حتى تشهد هذه النهضة التي تنتظرها هذه المناطق أكيد عندما نتكلم عن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ونتكلم على المشاريع التي كانت حبيثة الأدراج البيروقراطية وحبيثة أدراج كذلك بعض التصرفات اللامسؤولة من طرف بعض المسؤولين ربما الذين كانوا في بعض الأحيان يساويون حتى المواطن في إطلاق هذه المشاريع اليوم لاحظ أن هناك إرادة سياسية حقيقية نتكلم كذلك على توزيع التنمية على جميع ربوع الوطن وهذا ما كان يجب أن يكون والحمد لله الآن أصبحت المناطق كلها يعني المشاريع ليست فقط في المدن الكبرى بل حتى في تلك المدن التي ربما نراها أو في السابع كنا نراها على أنها غير مجدية اقتصادية وغير مجدية في التنمية المحلية ولكن أظن أنه الآن النظرة إلى هذه الولايات أو المدن الداخلية يجب أن تكون برؤية وبستراتيجية لأنه أنتم تدركون خلق الثروة يمكن له أن يكون عن طريق إعطاء المناطق كلها نفس الفرص ولكن هناك مناطق تسلزم نوع من الاستثمار ومناطق أخرى تسلزم نوع آخر من الاستثمار وحسب طبيعة كل منطقة من خلق هذه الثروة من خلال خصوصيات هذه المناطق ولكل منطقة مقدلاتها البشرية الطبيعية إلى ما غير ذلك أكيد نتكلم ثاني على شيء مهم جدا وهو الجماعة المحلية أو الولات ورؤساء البلدية ورؤساء الدوائر وكذلك المدرأ المحليون بما أنه رئيس الجمهورية تقريبا في كل أسبوع أو أسبوعين هناك مجلس الوزراء ويتابع شخصيا مدى تطور ومدى كذلك إن صح القول مدى تقدم هذه المشاريع من طرف المسؤولين على المستوى المحلي وأن تتكون حتى في مجلس الوزراء قدمها وسيط الجمهورية كذلك حصيلته الأسبوعية وحصيلته إن صح القول الدورية التي من خلالها يستطيع أصبحت عادة في كل مجلس اجتماع مجلس الوزراء يتم تقديم مثل هذه التطارير حتى يتم التطرق إلى التحولات التي تشهدها الجزائر من مختلف المناحي أكيد بأن هذه الاستحداث مثل هذه الأليات للرقابة وأليات كذلك لإيصال صوت المواطن عن طريق إما عن طريق المجلس الشعب الوطني عن طريق النواب أو عن طريق كذلك وسطاء الجمهورية الذين لهم كذلك مسؤولية كبيرة جدا في مساعدة الولاة ومساعدة كذلك المواطنين على ربما إيصال صوتهم إلى أعلى سلطة وهو رئيس الجمهورية الذي يتابع باهتمام مدى تطور هذه المشاريع وأظن أنه استعداد تقريبا أكثر من 32 ألف منصب شغل في هذه الفترة هو إنجاز كبير جدا ولكن يجب الآن ذهب وإنصح القول المتابعة الحقيقية على المستوى المحلي لأنه أن تدركوا الجزائر هي قارة ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتابع جميع المشاريع ولكن أظل أن المسؤولين على المستوى المحلي يجب أن يدركوا على أن المسؤولية ثقلة جدا على عاتقهم ويجب التكفل بالمواطنين والتكفل ثورة الجزائرية وهذا يدل على أن نبل هذا الشعب ونبل ثورته التي تريد أو أرادة فتك الحقبة أن تبين العالم رغم وجود الاستدمار الفرنسي مدة قرن أو يعني قرن 32 سنة ملعة الاستقلال إلا أن هذا الشعب ما زال متمسكا بتقاليده ومتمسكا بمقاوماته لأنه عدة فوال منها الحركة الوطنية منها جميع العلماء المسلمين منها الثوار الذين كانوا يعني متشبعون باستقلال هذا البلد متشبعون بأن هذا البلد لا يمكن له أن يستعمر ولا يمكن له أن يمحو أو أن أي دولة أن تمحو تاريخ تقريبا عشر آلاف سنة تاريخ استطاع يعني منذ القدم أن الجزائر لها وجود حتى أنه ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد يعني اعترفة بدولة الولايات المتحدة الأمريكية هي الجزائر هي الجزائر كذلك في تلك الحقبة الأسطول الجزائري الذي كان يصول ويجور في هذه المنطقة كانت أوروبا هذه أوروبا التي نراها اليوم كانت تستدج دائما بالقمح الجزائري وبالدنانير الجزائري أو بالمال الجزائري أظن أنه الدول الصديقة للجزائر هذه الدول الأوروبية تدرك تمام الإدراك وخاصة عندما نتكلم عن إيطاليا في موقفها مؤخرا عندما يعني على لسان وزيرة الوزيرة الأولى أو الوزيرة الحكومة الإيطالية عندما تكلمت على أنه فرنسا تستغلت الجزائر استغلال كبير جدا يعني في التصريحات عدة أظن أن الجزائر لها أصدقاء ولها من يدافع عنها ولكن يجب كذلك أن نحن كأمة وكمسؤولين وكشعب يجب أن ندرك أن الجزائر لها قيمتها يجب أن نعطيها هذه تلك القيمة عن طريق العمل عن طريق العلم عن طريق كذلك مساعدة الدول التي تحتاج مساعدتنا وكذلك عن طريق كذلك إبرام اتفاقيات مع الدول هذه بمنطقة لابح لابح ولا يمكن لنا أن ننسى أن أجدادنا تركوا لنا البلد هذا أمانة في أعناقنا يجب أن نكون على قد المسؤولية إن شاء الله ياعي شباب اليوم هذه المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم إذا نلتقل إلى منف آخر وبالنظر لتحسن الملحوظ في الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا تقرر التخفيف من بعض الإجراءات الوقائية الأسبوع الفارط ويتعلق الأمر برفع إجراءات التباعد أثناء الصلاة وفتح مصلايات النساء والمكتبات المسجدية والحلقات التعليمية والنشاطات العلمية والتربوية كما تقرر تدعيم البرنامج الحالي لرحالات الخطوط الجوية الجزائرية نحو الوجهات الدولية منذ التاسع والعشرين مارس الماضي كمرحلة أولى والبرنامج الإضافي شمل ستة عشر خطا على الشبكة الأوروبية وخطين على شبكة الشرق الأوسط وخط واحد على شبكة إفريقيا بروفيسور بوروبي الجزائر يعني تتعافى تدريجيا من فيروس كورونا مما سمح بتخفيف العديد من الإجراءات من بينها مسألة التباعد في الصلاة وحتى عودت بعض الرحالات الدولية إلى مطار هواريبو مدينة الدولي فعلا أختي الكريمة عندما نتكلم يجب أن نفهم على أن جائحة كورونا أرجعتنا إلى مفهوم مهم جدا فيما يكمل هو مفهوم اقتصاد الحرب وهذه المفاهيم وجدت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي عندما أصبحنا نتكلم عن اقتصاد الحرب الرجوع إلى الحالة الطبيعية أقول وعيد الرجوع إلى الحالة الطبيعية تستدعي مثل هذه الإجراءات وتبدأ من خلال العمل اليومي الجواري في الداخل وتنعكسه على الخارج إذن من المهم جدا التذكير بأن الحالة الطبيعية هي مهمة وأن جائحة كورونا في تراجع وتراجع مستمر والحمد لله أكثر من ذلك هذا لا يعني أننا لتبعاء إجراءات الوقاية ويجب دائما التذكير بها حتى نتفدع جائحات أخرى لا قدر الله إذن مثل هذه الإجراءات مهمة جدا خاصة في مرحل الشهر الفضيل وفي رفع وفسح المجال أمام التقارب الجسدي في المساجد أكثر من ذلك الرجوع إلى الحالة الطبيعية أكثر من ذلك إلى الرجوع إلى عدد معين من الرحلات نحو أوروبا جونيف وبروكسل ونحو أفريقا مثل داكار والدول الشرق أوسطية إذن هذا التذكير على أن هذه الحالة الطبيعية لا أكثر والأقل ومهم الرجوع إلى الحالة الطبيعية لأن الحالة الطبيعية ستخلق جو طبيعي وتخلق حالة ديناميكية العمل تنعكس على التنمية الداخلية أين أم وتنعكس على نحو الخارج والعكس الصحية عندما يشعر الأجنبي على أن هناك تحسن في الممارسات الداخلية وتحسن في ماذا في إجراءات الصحية وتحسن في رفع إجراءات الطبيعة الوقائية نوعا ما في الداخل هو يشعر بالإطمئنان وهذا ما هو مطلوب الآن نحن الآن أمام تعافي من جائحة كورونا نحن الآن نرجع إلى الحالة الطبيعية نحن الآن يجب أن نخرج نوع من حالة الإطمئنان في الداخل وفي الخارج وهذا يستنعكس أكثر على الداخل والخارج إذن رحلات أجنبية أي نعم لحتى نمكن ماذا رعايا الموجودين في الخارج من المجال إلى الجزائر والعكس صحيح الموجودين في الجزائر قد تتاقلوا هنا الخارج أكثر من ذلك الأجنبية أكثر من ذلك الوجهات معروفة هي أوروبا والشرق الأوسط وتذكير بيبات وجهة داكار مهم جداً لأن الصينغار والدول الإفريقية كذلك لها وزن وتقلل في السياسة الخارجية الجزائرية حتى أنه اليوم تدريجياً بروفيسور بروبي نعم نعم أقول أنه اليوم أيضاً حتى مع هذه المدة الطويلة التي تعايش معها العالم مع الفيروس أصبحت هناك ردود فعل وكما قلت أيضاً تعايش مع الفيروس حتى في مختلف سلوكيات المواطن أيضاً بروفيسور فعلاً لأنه قلت أختي كريمة لأنه من الصعب المكان تجاوز بعض الأطار النفسية التي خلفتها جائحة كورونا على المواطن الجزائري حتى المواطن العالمي فكرة عانت من جائحة كورونا في الطكان في العمل في المدرسة في المسجد ونخلق من الحالة الطبيعية ونخلق حالة التم etcetera هذا أمر مهم جدا والأكس الصحيح لأن من يأتي إلى الجزائر يجب أن يشعر كذلك أن هناك حالة معنان والرجوع إلى الحالة الطبيعية والرجوع إلى الحالة الصحية وحتى اقتصاديا بروفيسور بروبي حتى اقتصاديا يعني العالم كله تأثر والجزائر أيضا تأثرت دكتور بخاري نستطيع القول أنه من الجانب الاقتصادي لابد أن يعود النشاط إلى طبيعته لابد يعني كان هناك تضررت مختلف الفئات من هذه الجائحة لكن تدريجيا الأمور تعود إلى نصابها ناشق سينا عندي وجهة نظر أخرى شوية ممكن أنا أعتبرها أن اليوم الخروج هو نجاح الجزائر في مواجهة هذا الوباء وهذا النجاح مجاش بيع شوائية وإنما جاء بعن طريق كما قال الأستاذ المنهج العلمي عندما نشاهدنا سيد رئيس جمهورية لم يكن يمكن أن يتخذ قارات شفردية ولكنه دائما كان يستجير اللجنة العلمية وهذا هو الأشيء الجميل الذي كان في الجزائر أننا خرجنا بأقل أضرار مقارنة مع دول أخرى التي ليست ببعيدة عنها ولا شفنا الألاف والألاف من الموتى والضحايا وغيرها والأثار الاقتصادية من بينهم يعني اليوم حتى تحت بين العلاقة بين روسيا والمشكلة الغازية فإننا عند تداعيات متعلقة بالكوفيد ولكن كما يقولوا نحن في الدرجة الخير مجيش وحده ومما اليوم عن طريق هذه المقاربة العلمية وهو الوباء الحمد لله رفع وجاء مع خير ومع رمضان ويوم بتالف إلغاء التباعد بطريقة علمية سيسمح لنا الحمد لله بصلاة التراويح وصلاة العين الجاجية بأريحية وحتى كذلك بالنسبة إلى الرحالات الجوية ونحن على مشارف الصيف ونعرف الرحالات خاصة إخوانا وإخواتنا المهاجرين الجزائريين اللي توحشوا الوطن الجزائري وإن شاء الله يريدون يجيوا وتكون عندنا حركية وديناميكية اقتصادية مفيدة للوطن إن شاء الله يعني دكتور برزاما يعني كلمة أخيرة بالرغم من رفع كل هذه الإجراءات لكن تبقى الحطة والحذر دائما مطلوبين أكيد الحطة والحذر حتى بدون جائحة كورونا هي موجودة لأنه أنت تدركون 45 مليون جزائري بلد قائم بذاته أنا نظن أنه يجب أن نتدرس هذه أزمة كورونا يجب أن نتدرسها من جانب الاقتصادي ومن جانب السياسي ومن جانب حتى الصحي ومن جانب الأمني إلى غير ذلك لكي نستطيع لأنه نحن في علوم الإعلام والإتصال لدينا تخصص تخصص إتصال الأزمات كيف يمكن لنا نتعامل مع مثل هذه الأزمات ندرس هذه الأزمة لكي نستطيع في المستقبل أن نستشرف وأن نستبق الحلول من أجل هذه الأزمات وأن تدركون يجب أن نعتمد على المنهج العلمي مثلما اعتماده رئيس الجمهورية دائما يتشاور مع أهل الإختصاص لأنه أن تدركون أزمة كورونا أحدثت هزت كبيرة جدا في بعض الدول ونتمنى أن هذه استسمحك دكتور لم يتبقى من وقت البرنامج نتمنى أن تزول هذه الجائحة وكما قلت يجب أن نستشرف في حالة ما إذا تكون هناك أزمات مستقبلا دكتور محمد بخاري خابير اقتصادي شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة شكرا الشكر موصول أيضا للدكتور مصطفى برزام أستاذ جامعي ومحلل سياسي شكرا جزيلا لك شكرا وصح أفضل كل الجزائرين وصح أفضل الأستاذ والأستاذ من قسندين بارك الله فيك وأشكر كذلك البروفيسور عبداللاطي بوروبي أستاذ العلم السياسية والعلاقات الدولية والشكر موصول أيضا لكل الزملاء بمحطة قسنطينة الجهوية إذن مشاهدين وصلنا إلى ختم أحداث الأسبوع نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة